45 دقيقة مر بعد العشرة صباحا نحن دائما معنا من خلال هذا الموعد الى ملف ثاني هذا الموعد الاخباري الى شيء من الثقافة سنرحل الى الموضة والجمال والفن نتحدث عن بعض النشاطات في هذا العالم طبعا نشاطات عادت خليمي نقول بقوة في الخيرة بعد ركود حوالي سنتين بسبب جائحة في البلاتو سيد ردوان معزوس أو ردوان أجنسي صاحب وكاسة في مجال الموضة هذا المعنى في البلاتو صباح الخير أهلا بكم مرحبا وأيضا حاضرة معنا ريما ميلي التجميل أهلا وسهلا بك سيدتي الكريم أهلا صباح النور صباح الخير أبدأ معك بعد سنتين خلينا نقول تلت سنوات من ركود بسبب جائحة كورونا في مجال الموضة عادت من جديدة تحدثنا في تلك الفترة تصير الأمور أهلا طاحت سوا سوا مع اللي احنا فتحنا لوكالة عنا في الفان بدنا يربيت ثلاثة ربعة شهور وبعد جائحة كورونا عودنا حبسنا تقريب عامين وكود يعني قاسنا شوية قاسنا شوية في ما قدرناش نخدمه قاعدة زنمه صغير حادث صغير ما قدرناش نديره بصح الحمد لله سمحنا أكاوين تسرحت شوية الحالة العملي فتت في الدومي الفانتية قدرنا نديره طبعا الأولى هادي تعالجيفا وجلست بيان الحمد لله كانوا لي كونديسيون يعني كانوا مفتحة والحمد لله جلست طبعا الأولى في دورف ملائمة وكانت نقص جوان دومي الفانتية ومشاء الله هادي رح تكون طبعا تانية طبعا عادة من جديد حياتات قبل ما تحدثوا على النشاط نشوفوا أيضا رأي ريمة ميروديا براف تجميل الحلاقة حدثينا أيضا كيف كانت تلك الفترة طبعا مريتم طبعا بفترة صعبة خلال الجائحة كانت فترة كتير قاسية سبالينا إحنا كحلاقات ولا كخابيرات تجميل بسك غلقنا ما كانش عمام با هكك شيء صغير نقدروا نعمله بما يخص الجمال تسكي ليجيان كلش غلقوا علينا كل شيء الغجاز تعالينا كتير كتير صعبة سننا حتى وقلوا ربي سبحانه رفد علينا هادي اللواباء الحمد لله وكاننا معاولين نعودوا بقوة إن شاء الله حدوان معزوز نتحدثوا على النشاطات اللي تنظموها كنت نظمتوا طبعا أولى موضة عروض أزياء قبل ما نتحدثوا على هادالطبعات يعني مثل هكذا النشاطات ثقافية والهدف الأول من وراء هذه النشاطات والإحداث هذه هو الترويج للباس التقليدي الجزائري وإبراز المصممين الجزائريين يعني نبينوا الخدمة تحهم سواء كانوا مصممين شباب ولا مصممين يعني مع بابا في الميدان ديش صحنا الهدف الرئيسي يبقى دائما 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 ترويج اللي باس للتقليدي وكان مصممين بيانسير عندهم لا تشتحهم يعني اللمسة العصرية كيفاش نمدوا القيمة ونوفروا الظروف الملائمة باش يعني ننبرت كالالستيليس الألجيريان تقدر ندير ديفيلة بخوفيسيونالتها يعني عرض أزياء من الظروف ملائمة ونحضروا المدعوين يكونوا من المجال بزاف مدعوين من المجال الموضة من المجال لتعالإعلام باش تكون تقطياشا طبعا قلت لي أنه الهدف هو التعريف باللباس التقليدي وجزائر ومحاولة أيضا توسيقه وحمايته يعني بصفة عامة لكن قد حتى التجميل يلعب دور يعني في هذا المجال سيدة تجربتك طبعا في هذا المجال خاصة في عروض الأزياء يعني أنت تقوم بتجميع العريضات الأزياء حدثينا عن تجربتك في هذا المجال نقول لك كما نحن نقولون نعطوا الإبداع بتاعنا لبالك في السالون كونوا مغلوقين وواحد ما يشوفنا هدية كما نقول وردوين دارنا لقدرنا لقدروا نبانون نقدروا نعطوا الناس كامل تشوف الخدمات بتاعنا يفهمش بشكل صح عندهم كما نقولون يخدموا خدمة شابة متققونا بصحة مخبيين يعني على هو بهذا العرض الأزياء اللي داروا يقدر يبين للناس هذه الخبيرة التجميل يقدروا يديروا شيء جميل ويروحوا به اللي بعيد وأيضا من خلال طبعا تنضيكم لهذه النشاطات أعتقد تكون همزة تواصل المصميمين يعني ومحبي وعب الشاق طبعا هذا الفند أيضا من مختلف ولايات الوطن يعني ضاير الكونسابت تعنا تعالجي فاشن شو هو تكون تواصل بين جميع المصميمين من جميع ولايات الوطن ضاير من فهد أكسسوف اللولا ولا هدل إيديسيون دوزيام ننسي ونخيرو زوج ثلاثة مصميمين من رب العاصمة مو كان من ذاك يجون من الجانب يعني هذا هو الوبيت يقدر كما قلوحنا تبين أن ديفيليد موض أفكا أنت مضار ويكون تاني غني خاطع لش قدش لتوني تواعنا في شاك ريجيون عندها لتوش اتحاد كل منطقة معرفة بعضتها معرفة بعضتها كل منطقة معرفة في زي معين نكحلة مدى بيننا لو كان شغل هدل مصميمين كي شاركوا معنا ويبدع في اللمسة هذه كتاع المنطقة اللي جاء منها حتى تكون حقيبة ثقافية متنوعة تكون متنوعة أيضا نعم وهي أيضا فرصة لإعطاء المواهب واكتشاف المواهب كمنظم مثل هكذا حافلات هل تشوف أنه فيه مواهب يعني تستحق التنصص على المجال؟ فيه مواهب يعني دابور عدنا نوضخي فانمو اللي هو نو جون كرياتور دارنا في جون في شهر جون في اللي فات الحادث مخصص المصميمين شابا شابا دارنا تتاعو كاي المواهب فانمو جغل اللي قرأوا هاد المجال عندهم رغبة أيضا عندهم رغبة بشي يبانو عندهم رغبة بشي يديرو إن كاريار يعني في هاد للك بغمونك دو موايا ولا بغمونك دو كونتاكت لي بالك ما قدروش يبدأ وعلى شغلت لك درنا حادث هادا تاع نو جون كرياتور اللي جاسم وين فريمون شغول درت تنقيب كمي قولوا تنقيب على هاد المصميمين شابا كانت معانا مصميمة موحدة كانت في عمرات 19 سنة أماتها ودارت مجال زياء وجاءت حطتهم معانا وكل شو يعني دوك حنا نسيه وكيفاش نمد الفرصة وفي مجال التجميل والحلاقة كيد ريم كانت عندها فرصة أكثر أنها ربما اخترت لعملية تجميل طبعا العارضات أتنا عن تجربتك طبعا هل حبك لهذا المجال هو اللي خلاك أنك فيه طبعا فيه تجميل؟ يعني أنا قرأت عدة مجالات قبل طبعة جمال والموضة والجمال دائما كان عن الإيكولاغ نحب الألوان نحب كل ما يخص جرمال للمرأة هذك تلمون تحب هذه الحاجة تنجح فيها دائما نقوله حب الحاجة تنجح فيها قالو جيب باسي على الإيكولاغ على ماكياج راح تفهد شيء وكي تكون تحب تنجح وتفهدف أنه نتاعك وحده تخرج الحاجة متقونا كما احنا نقوله كي تكون الحب الحاجة تتقنها أكيد معزوز نتحدث الآن على الطبعة الثانية للحفل للقام يوم الخامس والعشرين من شهر جوان الجاري عرض أزياء طبعة ثانية حديثنا أكثر على هذا النشاط الانشاء الله سيكون لـ 25 جوان عدنا بروغرام تاعة ويستيليست من مختلف ولاية الوطن راح تكون هناك نانيماسيون ميزياء كي مقولوا احنا ندعوين كان بزاة بشخصيات يعني بين كي سوى ديزاير ولا باريزامبل الستيليست معروفين هنا في الدزاير راح كي مقولوا احنا نعم أكثر كي مقولوا احنا كيفاش نطلعو المستوى وش في الحاجة المميزة ربما في هذه الطبعة اللي مشوف نهاش ربما يفوها الحاجة المميزة نقدر نقول لكم بلليك هاد المرة راح يكونوا مصممين مميزة نمدوا الفرصة للمصممين ماشي معروفين ومدى بين احنا نعرفو بيهم بزاة في نقضة نقول لك تسعين بالمئة على الخدمات على المصممين علاش باش نرسالة بلليك كان بزاة مصممين في الدزاير يخدموا خدمة متقونا بصاح بارك ما سمحت لهم شو الفرصة يديروا آسم هاد المرة راح تقلبي سولى أزياء يعني مستوى مستوى عالي 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 تقدر تقول لي كيفانو تاع ليستيليس المعروفين شوفوها متنوعة مش فرق الجزائري ملغار ملجنوب انا كنت حاببا نقول لك باللي فهل ان شاء الله راح يحضر لبس تقليدي راح يحضر لبس تقليدي المؤسرا وراح تحضر الثاني يعني توسكي كرياسيون ديزاين وكل شيء يعني حاجة متنوعة من كل جميع راح يكون من عارضة الأخرى وربما هل في عملية تجميل خلين نقول في الوقت اللي رانا فيها الآن هل للألبسة يعني نقول للألبسة تعتراث المعصرنا تتبع ربما مع التجميل أكيد كما نقولوا أنا اللي بأك تكون واحدة لابسة لبس تقليدي في المشطة وفي الحنا ما نقولوش ماكياج باش كل ماكياج يتبع لون البشارة ما يتبعش اللي بس وعلى لون البشارة بسح الستيل تعلاق وافق يتبع اللي بس كي تكون لابس خرجة مش كيف كيف كما لبس تقليدي لازم نتعطيه وتنوع من الحال باش يزيد يعطيها تألق أكيد كل حاجة لازم تمشي على الحساب باللبس لا ماكياج يمشي على الحساب بلون البشارة شو كي يمز زاف اللي تماكيي لها كيم على الحساب باللبس ما تجيهاش بلون البشارة كل واحدة وش يخرج عليها وهذا شي كتسبته من خلال خبرة تتاعك في هذا المجال كي حد اليوم راني من 2011 في هذا المجال جميل جدا وشي حاجة لساعداتك ربما وحبك لهذا المجال كي شفت ديجا ناس اللي كبار ونجحوا ولحقوا المستوى وينبانوا وينداروا دير داروا كيف ما احنا حاجة تشابه مزاف كي تشوفها نقدروا نقولوا واو ده حاجة شابة هذيك الحاجات تعطيك ديجا تحب تزيد تلحق لهذاك شي تلحق لهذاك المستوى قبل ما يفرح واحد اخر انا نفرح بالشي اللي خدمته جميل جدا ريم ردوان نرى عراقيل مشاكل توجوها يعني من خلال تقديمكم لمثل هكذا انشاء العراقيل الكائن كما قاعد ما يدين فيهم عراقيل انا وشك نقول قاعد عراقيل يعني اوتوغ جيد خافة يعني حاجة عندها علاقة بالخدمة مشكل يعني مشاكل كاينة في قاعد ما يدين كالكو السؤال اللي ضوما يعني عراقيل شوية يعني من ال امان كما قولوا احنا يعني ناسي احتوك بالعاني باش ما تقفونسيش من احيال مالية ما تخيش؟ من احيال مالية يعني ناساتها اكتاع اشي مشاكل ربما صعوبات في بعض الاحيان صعوبات يكونوا 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 احنا مدابيناك في الاحداث هادوما عباك وين تلحق وين تقصد بارقيل ولا عندهم يعني تتجربة سيئة شوية مع الاحداث وكاد لازم تبدأ معاه من تحت الصفر تنحيلوا هذيك الفكرة السيئة اللي عنده على الاحداث باش تبدأ معاه تبريزنتيلو ليفانمونتاعك وتهضر له على ايجادة فونتاج اللي فيه وش يقدر يربح معانا اكستي تيرا اكيد يعني احنا نشوف العزيمة والارادة التغريب هادا ما شفنا مع النقلال طبع الاولى نتمنى لكم نجاح طبعا ان شاء الله يا ربما اكستحى الكلمة اخيرة نشاه الله هناك يا ربما اونسا يا ربما اخ respiratory انا جتون بالاعلام verschفنا هاريم نساء ورجال لأنهم يخصوا من الجميع وقالوا مرحبا بكم إن شاء الله يكون هناك شيء جديد في الجزائر إن شاء الله شكرا جزيلا يا سيد رضوانا في مجال الموضة والشكر موصول أيضا ليرين ميرودي خبيرة في تجميع خلال هذا الموعد شكرا لكم وبهذا المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نباري تشكركم على طيب المتابعة أخبار رياضة بعد الفاصل ابقوا معنا